انقلاب في السودان والصورة صورتان الاولى لشارع سوداني كان ينذر بتوترات عميقة منذ اسابيع وثانية لجملة من القرارات المفاجئة اتخذتها القيادة الانتقالية السودانية بعد الاعلان عن اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من طرف الجيش ونقله الى مكان مجهول القرارات المفاجئة التي استفاق عليها السودانيون تمثلت في اعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان عن حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة انحاء البلاد كما اعلن البرهان اعفاء الولاة في البلاد متعهدا بمواصلة العمل من اجل تهيئة الاجواء لاجراء الانتخابات في البلاد واصفا ما يمر به سودان في الوقت الحالي بالخطير وذكرت وسائل اعلام محلية ان البلاد شهدت فجر الاثنين سلسلة اعتقالات طالت الى جانب الوزراء قيادين في عدة احزاب فضلا عن قوى الحرية والتغيير وتأتي هذه التطورات المتسارعة بعد اسابيع من تصاعد التوتر بين المكون العسكري والمدني الذين يقودان الحكمة في سودان منذ عزل رئيس النظام السابق عمر البشير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر